السلام عليكم الغزالة زوينة ديال مريم أتمنى تكونوا تشاهدوا هذا الفيديو وانتم في صحة جيدة معكم مريم في قناة ام ياسر مريم اليوم سنشارك معكم طلبية سادي الشكيلات غزالة وطلبية لا تتمحنش ونجحها 100% كيف سنقول لكم الزوينة هالطلبية سادي الشكيلات خدمت معكم في هذا الفيديو ثلاثة ديال الشكيلات ثلاثة ديال العقدة سننلوح الجزء الثاني اللي فيه سابلي ثلاثة ديال الشكيلات المهمة الزوينة منطولش عليكم حلوات كي حمقو غزالين كيف ما تلاحظوا الكعبة وهذه الحلوة ديال الساقية والحلوة الاخرة ديال الوردة كيف ما تشاهدوا خليكم معايا في الفيديو من الاول حتى الاخر وتبعوا معايا كل شيء ان شاء الله بيحول الله ونبدأ و بسم الله على بركة الله منطولش عليكم الزوينة ديالي اول حاجة الزوينة غن نبدأ بها هي العجينة ديال ديال الكعبة اللي احتجت فيها كيلو ديال دقيق دقيق ممتاز ديال حلوة غاني نضيف الجزء معايا ديال السكر غلاسي او السكر ناعم جج معايا ممتازة غاني نضيف ديال قرصة ديال الملحة كيف ما شوفتوا ومن بعد غاني نضيف جوج نجمع زيت نباتية هذا العجين يجب ان تكون مائة بالمائة 125 جرام زبدة من المل احسن تكون زبدة لأنها ضروري تكون زبدة يعني نوعية ممتازة لا تكون زبدة عديدة لتجيبنين و تجيبنين و تجيبنين 20 جرام و تجيبنين و تجيبنين ثم نجمع العجين بالمزهر و من الأحسن لا تستعمل فقط المزهر و من الأحسن تكون العجين قصحة لا تترخفوش العجين لكي تجيبنين سهلة نجمع العجين و تجيبنين و تجيبنين و تجيبنين و تجيبنين وأحسن تكون من الأحسن سوف يجيبنين تحتاجها قبل أن أجد الكعبات سأجد معكم و إن شاء الله سأجد معكم العقدة العقدة هذه أنا لدي هنا كيلو العقدة استعملت فيها نصف نصف كيلو كيلو كوكا و أضفت عليها معلقة كبيرة اضفت عليها 4 معلقة كبيرة زبدة نوعية وممتازة ومعلقة كبيرة وكان مزج كل شي مزيان الماورد ما كان ديروش في الاول كان نخلي حتى كان ندير ذاك العناصر الاولى باش ما كد تجراش لي العقدة ديالي كان خليها قاسحة دباء الزوينت كان عبر الحبت ديال العقدة ديالي باش ميجيني شي كبير شي صغير انا در 16 غرام في كل واحدة وانتو ماليكم الاختيار لحسب واش بغيتو العقدة كبيرة واش بغيتو الكعبة عفون كبيرة او لا بغيتوها صغيرة سفي الزوينت يعني من بعد ما كان كور الكويرات ديالي كاملين كندوز مباشرة نحضر معاكم ان شاء الله بحول الله الكعبة ديالنا هانتو مالزوينت من بعد ما خليتها في تلاجي ليلة كاملة كتكون لي قاسحة كنخدمها بيدية شوية كنصخنها بيدية كتوليني سهلة في الخدمة سفي الزوينت دباء كنقطعها تريفة وكنحتفظ بها في بلاستيك غدائي كنجبضها بطريف فرمكات محناش وعجينة ناجحة 100% وغزالة سفي الزوينت دباء كيفما شفتو هانا بقي العجين الاخور دباء غادي نجبضي كويرا واحدة فقط وقد نطلق بيدلك وبدون وراقة انا درتها الكعبة بدون وراقة وتجيلي غزالة وتجي سرحة دلاله زوينة بززا كيفما غادي تلاحظو ان شاء الله في الفيديو هانتو مع الزوينت كنجبضي العجين ديالي بزين حتى كنرققو وكنجيب 16 غرام ديال العقدة اللي درت معاكم وكننقذ بهاد شكل هذا هانتو مع الزوينت بهاد طريقة غير هو ما غزالك تخليو الهواء في الكعبة ديالكم باش ما تنفخش ليكم في الفران هانتو مع الزوينت كنحاولوا ما نخليوش الهواء يدخلينا باش تنجح لنا العقدة ديالنا وما تنفخش لينا في الفران وكننقطعوها عادي سهلة ما كانش ما سهل منها سفي الزوينت كنستمر بهاد طريقة حتى كنستمر العقدة ديالي كاملة هانتو مع الزوينت بهاد شكل هذا يعني شي حاجة اللي بسيطة يعني ما ما صعيباش سفي الزوينت ديالي دابا مهم غادي نكمل العقدة ديالي كاملة دابا إن شاء الله غادي نخدم معاكم الحلواء الشكل الثاني ديال العقدة هانتو مع كيفاش درت ليه قطعت على شكل دوائر كان نلوي ذاك العقدة ديالي كان نلويها في ذاك الطرف اللي هاده وجبت هاد المرشم ديال المعمول وصافي وتراسيت به به هات الشكل هاده وكان جيب النتاف ديالي وكان بده نقاش عفوا وكان بده هاده نتراسيه الحلوه به هات الشكل هاده تجيغزالها تشيل تيجيغغزال بزاف انا شخصيا تنحمق عليه زوين بزاف تيجبني في الخدمات دياله وتيجبني كذلك في الشكل او في المعداق كذلك تيجيغزال رائع سافي ازوينات كنستمر به هات الشكل هاده كيف ملاحظو يعني كان تراسيه في ذاك المرشم ديالي وكان نقاش الحلوه ديالي به هات الشكل هاده كنستمر على هات الطريق حتى كنسالي الحلوه ديالي كاملة هاده شكل كان خداليه اه 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 درت فيه كنظن شي ساو ربعين حبه هاد الشكل هاده سافي ازوينات الوريدات اللي كيكونوا من الفوق استعملتهم كذلك بالعجين اللي عندي كان ارقق العجين ارقق مليكانت وكان قطعها بدك المرشم مهم صغير بدك الشكل دائري كيفما شفتو وكان بدنشكل على شكل وريدات وقد نديرهم في الواسط كيف مكتعرفو ازوينات الحلوه دياليالي العقده يحتاجها كليلة كاملة يجب عليها تضيف هذه المزيدة و انا اضيفة يجب عليها اعتقدتها بنيل و طيبتها في الصباح ستقوم بها في الشكل ثلاثة تقابات من الفوق و اعتقدتها كاملة يجب عليها كاملة يجب عليها مزيدة و تخرجها بها في الشكل نضح الزبضة نضح الزبضة من الأحسن كيفما ذكرت لكم تكون نوعية ممتازة بيش أعطيكم طعم و لوقوزوين في الكعبات كان السمر بهذا الشكل ادخلها الفرن هانتو مع الزوينات هدا الشكل الثاني ديال الحلوة ديالي دهن تحت هي كذلك بالزبضة سوفي ادخلها الفرن هادي الشكل الثالث ادخل الثالث ديال 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 الساقية ديالي كان دير الزنجلان البيض فوق سطح العامل وكان نجيب واحد الحربول كان 180 جرام اللي درت فكل فكل كويرا سافي كان نرولي هات الشي هدا كان نغطيه مزيان العقدات ديالي بالزنجلان انتكت تغطيه مزيان كيفما لاحظتوا بالنسبة الزوينات انتكت تذكرت لكم بالنسبة الكعبات ديال انا فاشكت طيبلية كنشوفها طابتلية ملتة كنخرجها من الفرن وكندهنها كندير بايض بايضة وكندير معها نص مع القديل السكر غلاسي ومع القديل المزهر وكندخلها بايضة لليده كل لون مذهب وزوين هذا المقطع تحدي في اليوم ماشي موشكين انا قلت لكم بالضبط شنو كندير للا امانة فقط صفي الزوينات كان بسط الحلوة ديال الساقية ديالي بهت الشكل هدا وكنجيب موس او لأي حاجة كانت توجده في البيت وكندغط من الواسط يعني كدير لنا على شكل ساقية كيفما ذكرت لكم في الاول بهت الشكل هدا بالنسبة للحوش و ازوينات انا درت كوكا وكنكاسي ودرت سمعها جوج مع القديل نابا جوج مع القديل الكليكوز كبار ودرت انكها ديال ديال بيستاش صافي وكنعمر الواسطة ديالها ولكن قبل ازوينات كندير هات طيب هانتم كيفما شفتوا صفي كنستمر بها الطريقة لقع الكوارات اللي عندي كندخلهم يطيبوا من تحت ومن فوق غير يذهبوا ليا فقط وكنخرجو بهت الشكل كيفما صبقت ليا ودكرت لكم اللي بنات الحوش وهاتش اللي درت فيها جوج مع القديل كبار ديال اللي قليكو جوج مع القديل نابا جوج وكاوكا وكنكاسي بغيتوا تديروا اللوز لكم الختيار مهم اي مكسرات كانوا انتكم وانكها ديال بيستاش وكان اعمر الساقية ديالي بهتشكل هدا كتجي والا اروع غزالة بزاف وسهلا كتجي بنينة كان قطاع الزوينات الساقية ديالي وكيفما اه احسنا الزوينات الموس يكون ماضي ماضي باش ما يتمحنكمش في التقطاع انا الموس كنادي شوية حافية بدلت تسكين ديالي حيث مساء ما عاونيش داك الموس الصغر وكملت التقطاع ديالي صراحة دلاتها تجي غزالة ورائعة من بعد ما تنقطعها تنجيب الورد البلدي ووريقة ديال الورد البلدي وكان فقط التزيين كيتواتا مع البيستاش كي يجي غزال وكنديرهم في دكة الكبار انتم ازوينات الشكلية لا تجي ولا ارواح غزال غير جربوها كان هذا هو الفيديو هذا هو النهاية ديال الفيديو هذه هي الطريقة اللي شاركت معكم الكبكة ديالي رائعة وكذلك حلوة الساقية والحلوة ديال الورد اللي بالعقدة كي يجي ولا ارواح غزال غير جربوهم انا متأكدة غادي ينالوا اعجبكم وطريقة ولا اسهل بالنسبة الزوينات الاشكال الثلاثة اللي باقين ديال ديال السابلي غادي نشاركهم معكم ان شاء الله في طريقة وكل شي ان شاء الله في فيديو اللي من بعد هذا اللي غادي يكون هو الجزء الثاني فقط ما بغتش نديرهم فيديو واحد باش ما نطولش عليكم تنحمق عليكم الزوينات واللي هل اخطيكم وماتنسونيش بالليكات ديالكم وتعليق من الزوين اللي تحفزوني بها وكتخلوني ديما نجيب لكم الجديد واي هادة زوينة شاركها معاكم تنحمق عليكم الزوينات شاركوا لفيديو اللي عجبكم علم الأحباب والاصديقة ديالكم شكرا لكم بزف وتنحمق عليكم ومشاء الله انيطلقوا في فوصفة اوشرف المشافظة والقالك مخلقات وشكرا لكم بسف مراحل آخر